موسيقى فرحا متناثرا كشعره الاصفر ساخرا ينشر مقطعه ولا يأبه باحد ترامب الى الابد هكذا وبكل بساطة برأ مجلس الشيوخ الرئيس الامريكي من تهمة استغلال السلطة باثنين وخمسين نائبا وثلاثة وخمسين فعلوا كذلك لتبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس ردة الفعل الغاضبة فعلتها نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب لكن ماذا يعيد التمزيق والغضب لاجل ادانة الرئيس لكن في واقع ملموس ادركه المتابع العربي على مدار السنوات الماضية من عهد ترامب ان ذكاء الرجل الاصفر جلب المصالح لامريكا بعد التبرعات التي حصل عليها والتي جاءت من دول عربية دول عربية هي الاخرى كالعراق حولها ترامب لساحة يمططي جواده ويحقق الانتصارات على ظهر بغداد على الرغم من تحقيقه نصرا يتمثل بقتل سليماني كرجل يضعه في قائمة الارهاب الى ان العراقيين ينتظرون بفارغ الصبر ان تنتهي مشاهد الاقتتال الامريكي الايراني على الساحة العراقية المواجهة ستستمر بين المرأة الحديدية بيلوسي والرئيس الامريكي المتهور بحسب بيلوسي عنوين تقرأ في الصحافة الغربية لكنها تتضمن فوز الرئيس الجمهوري وهو ما تخشاه ايران ودول على نهجها لكن في المقابل يرغبه كثر ومنهم من ضعفت شوكته ويبحث عن منقذ من يد الظلم والخذلان وكأن اللسان حال الاراقي او غيره اليوم يقول نارو امريكا ولا جنة ايران على الرغم من ان ايران لا تملك اية جنان اشتركوا في القناة